بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد وصلنا إلى خواتيم سورة الجن وإن شاء الله إذا قدر الله نكمل هذه السورة في هذه الحلقة بعونه تعالى وكنا قد تكلمنا ووصلنا إلى قول الله تعالى إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا وتكلمنا عن من ارتضى من رسول وقلنا الارتضاء هو من الرضا رضا الله عن العبد أن يكون العبد لا يضجر ولا يعترض على قدر الله ورضا العبد عن ربه أن يكون مؤتمرا بأمره منتهيا بنهيه واتفقنا وتكلمنا أن الرسول في هذه الآية المقصود بها الرسول البشري وهذا قول أكثر أهل العلم قال فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا كلمة يسلك السلك قد تكلمنا عنه في قول الله تعالى ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا وتكلمنا عن السلك ولكن هنا سنضيف إشارة دقيقة في مسألة يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا هنا قال العلم قال السلك هو إدخال الشيء في الشيء وهنا يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا قالوا كأن الله سبحانه وتعالى يعني في كلمة يسلك هذه كما ذكر الآلوسي قال تشير إلى الأماكن الضيقة وتشير إلى دقة المواطن أي كأنه لا يترك الله سبحانه وتعالى موطنا حول الرسول الذي يريد أن يوحي إليه إلا وقد أحاط به وحفته الملائكة فكلمة يسلك كأنها في هذا المعنى الإدخال كما قلنا وفيها أيضا معنى الجزئيات الدقيقة والأماكن الضيقة قال يسلك بين يديه الإمام بن الكمال يعني يقول يقول خطرت في باله خاطرة لم يعني تكتف في الدفاتر هكذا على قوله يقول أنه الله سبحانه وتعالى قضية يسلك بين يديه قال ليس فقط على قضية الملائكة التي تحيط بالرسول البشري عندما يأتيه الوحي إنما قال هنا يسلك كأنه يعني يقوي قواه الداخلية وقواه الخارجية قواه الباطنة وقواه الخارجة أي أن الله سبحانه وتعالى يجعل لهذا الرسول من القوى الباطنة والقوى الظاهرة الخارجية ما يستطيع أن يعني يميز بين الجن والشياطين وبين الملائكة قال هذا هو قضية أنه يعني يسلك بين يديه فأخذ من كلمة يسلك على هذا المعنى الدقيق في قضية أنه أن يكون للعبد هناك قوى للرسول قوى خاصة يستطيع أن يميز بها نحن في الحلقة الماضية كنا قد تركنا سؤالا وقلنا أنه يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى قد عصم الرسل كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه والله يعصمك من الناس إذا كان الله عصم النبي صلى الله عليه وسلم فما الحاجة إلى أنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا إن كان الأمر في قول الله تعالى والله يعصمك من الناس وربما أيضا سؤال يطرح نفسه هنا إن كان الله عصمه من الناس فكيف استطاع لبيد عصم أنه يسحر النبي عليه الصلاة والسلام وهذه قضية سحر النبي عليه الصلاة والسلام وإن يعني هي ثابتة في الصحيحين ذكر وتكلم بها بعض المحدثين على قضية وحتى القدامة قسم القدامة تكلموا على إنكار مسألة سحر النبي عليه الصلاة والسلام ونقول أنه هذا أمر ممكن لأن أولا السحر لم يقع في أمر الدعوة قطعا إنما وقع في أمور حياتية وهذا كما وقع لموسى عليه الصلاة بنص القرآن قال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وهو قضية يتخيل له أمر في الأمور الحياتية وإن كان ليس موضوعنا الكلام عن سحر النبي لكن فقط إشارة فقالوا أنه كيف سحر النبي عليه الصلاة والسلام إن صح الأمر في هذا وهو صحيح كما قلنا على من افترض أنه عدم صحة سحر النبي عليه الصلاة والسلام وكيف أنه قدمت له شات مسمومة في خيبر عندما قال إن الذراع يخبرني أنه مسموم وكيف أخبر السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها عند قوله أنه قال ما زال قال هذا أوان وانقطاع أبهري ما زالت أكلت خيبر التي أكلها من تلك اليهودية التي أثرت فيه كيف إذن يوم أحد عندما وقع ودخلت بعض حلقات المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم وتأذى ووقع في بعض الحفر عليه الصلاة والسلام كيف يفهم والله يعصمك من الناس حقيقة كلام كثير جدا بين فحول أهل العلم ولكن ابتداء نقول بإجماع أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم وعصمة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام هو عصمة تبليغ و هذا ما ذكره النووي و ذكره من حجر عسقلاني و ذكره الإمام القرطبي و ذكره الهيثمي و ذكره جمع كبير من أهل العلم و من كثير كذلك نعم و الرازي كذلك أنه العصمة عصمة تبليغ قالوا فلا يمنع كما ذكر جماعتين من العلماء جماعة قالوا أنه النبي الله سبحانه وتعالى أراد أن يجمع للنبي عليه الصلاة والسلام الشهادة في موته مسموما و يجمع له بين الموت والشهادة و بين أنه يعني عليه الصلاة والسلام نبي و قتل القتل و الشهادة الموت والشهادة فقالوا أن الله سبحانه وتجمع له ذلك و لذلك لما أكل في خيبر أخبرته الشات ذراع الشات أنها مسموما و النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت من ذلك لكن بقي السم حتى أكمل النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة و بلغ الرسالة على ما أراده الله و أتم كل شيء فلما حان موعد موته أثرت فيه تلك الأكل ليجمع الله له الحسنيين في هذا كذلك قضية أنه النبي عليه الصلاة والسلام يعني العصمة على الجملة ليست العصمة كانت على عصمة النبي من الإيذاء و الأمراض و غير ذلك فقد تمرض النبي عليه الصلاة والسلام و اشتدت به الحمى و وقع لهما و وقع من حوادث كثيرة التي ذكرنا جزء منها و لكن كل ذلك ما كان يعني مندرجا في قضية أنه العصمة لأن العصمة كما ذكر القرطبي قال كانت من الفتنة و من الضلال و من عدم التبليغ و لكن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة و أدى الأمانة كما أرادها الله سبحانه و تعالى و لذلك لا يدخل هذا موضوع العصمة في موضوع يعني ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام و ما جرى له أما هنا في الآية فالنبي نعم معصوم من الإنس و الجن فيما يخص التبليغ و الدعوة و لذلك كان من حفظ الله إلى الأنبياء أن يكون هناك كما ذكرنا في الحلقة الماضية قلنا مع كل وحي يأتي تكون هناك مجموعة من الملائكة قيل أربعة و قيل غير ذلك و كما ذكرنا في الحلقة الماضية على سورة الأنعام أنه سبعون ألف و قيل ثمانون ألف و قيل أن أيتركوسي نزل معها ما شاء الله أن ينزل من الملائكة يشيعونها فكل ذلك لا يخالف موضوع العصمة إذا موضوع العصمة موضوع يعني يتعلق بدعوة النبي و إبلاغ الدعوة نعم قال فإنه يستكم بين يديه و من خلفه رصدا قال هذه يعني البعض قالوا من بين يديه و من خلفه يعني من أمامه و من خلفه و البعض قال لا إنما أراد من جميع الجهات من كل جانب فالخلاف حاصل في قضية أنه هل الحفظ كان من كل جانب أم كان من جانب من أمامه و من خلفه صلى الله عليه وسلم ثم قال من بين يديه ومن خلفه رصدة أي أن الله سبحانه وتعالى يجعل هناك رصدة وحفظة من الملائكة يعني والراصد هو الذي يترقب والمرصد المرصد أو المرصد عفوا هو المكان الترصد كما قال عن جهنم يعني إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبة فقيل أن جهنم تترصد أو أن ملائكة النار هي التي تترصد فالرصد يعني كالحرس يعني يقال للمذكر والمؤنث والجمع والقليل وقيل أنه يجمع على أرصاد نعم قال يعني يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد أن الله يحيطه بملائكة وتمنع عنه ربما ما يلقيه الشيطان وذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى عن الشياطين قال إنهم عن السمع لمعزولون لا يمكن لهم أن يصلوا عن شيء من أخبار الوحي بالذات حتى يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وإن صدر من السمع لكنهم عن سماع الأخبار الوحي أو ما يوحي الله سبحانه وتعالى به إلى أنبيئه إنهم لا يسمعون قطعا قال لا يسمعون إلى الملأ الأعلى وما قال لا يسمعون إن كان هناك قراءة أخرى سنتكلم عن هذه الجزئية إن شاء الله في نهاية الحلقة لكن ابتداء يعني ليس لهم طريق إلى سماع الوحي لأنه الله سبحانه وتعالى يسلك بين يديه ومن خلفه رصد ثم جاءت خاتمة السورة بقوله تعالى ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم وجاءت أيضا قراءة أخرى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وقرأت أيضا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم قرأت وأحيط بما لديهم وأحصي والقراءة هي وأحاط بما لديهم وأحصى أيضا هذه قراءة وأحصى كل شيء وأيضا جاءت كل شيء عددا نعم هذه من حيث القراءات وسنوجه القراءات إن شاء الله هذه من خلال توجيه المعنى قال الذي عليه الجمهور كما ذكر الزجاج ووافقه جمع كبير من المفسرين على أنه ليعلم أن قد أبلغ أي ليعلم الله سبحانه وتعالى أن قد أبلغ قال والله عالم فما الحاجة أنه يقول ليعلم أن قد أبلغ قال أن الله سبحانه وتعالى علم ذلك علما ولم أبلغ أبلغ أصبح ذلك العلم مشاهدة فبالنسبة للعلم الله لا يتبدأ ولا يتغير إنما فقط انتقل من كونه علما إلى كونه مشاهدة هذا أولا ثانيا قال أنه المقصود ليعلم أنه قراءة الثانية هي ليعلم الله من شاء من خلقي أو ليعلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن الرسل من قبلك أيضا ذاقوا هذا الأمر وصبروا على هذا الأمر وقيل أنه ليعلم المشركون أن الرسل قد أبلغ وقال عنه ابن كثير هذا قول ضعيف وكذلك الآلوسي قال وهذا ضعيف وقيل ليعلم إبليس أن الرسل أبلغ وأقوال كثيرة تقريبا تسع أقوال في توجيه ليعلم المشهور بينها والذي عليه أكثر أمة أهل العلم أنه ليعلم الله سبحانه وتعالى أن قد أبلغ أي أن الله سبحانه وتعالى يعلم أنهم قد أبلغوا وقيل حتى لو قلنا أنه ليعلم النبي أن جبريل بلغ أيضا هذا ضمن الأقوال الموجودة أن قد أبلغوا رسالات ربهم أي أنه الأنبياء لا يمكن لهم أن يزيدوا أو ينقصوا شيئا من القرآن لذلك الأنبياء كلهم جاءوا وعلموا أنه الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل هؤلاء الرسل وبلغهم وأنهم أدوا الأمانة كما أراد الله سبحانه وتعالى لأنهم قد أبلغوا والإبلاغ هو إيصال الخبر إلى حيث المراد حيث أنهم أبلغوا أوصلوا رسالة ربهم ورسالات ربهم قالوا أنه يعني هو يعني من اشترك كل الأنبياء قد اشتركوا في الرسالة الواحدة فهو رسالة العقيدة والتوحيد ولذلك لما يعني قوم نوح قال تعالى لما كذبوا الرسل وإنما الذي كذبوه هو نوح فقط قالوا لكن لما كان نوح إما لكون أن عمر نوح كان مساوي لعدة رسل فجاءت هذه اللفظة هكذا أو إما أن اشتراك نوح عليه السلام مع بقية الرسل اشتراك واحد فتكذيب أي رسول هو تكذيب لكل الرسل الموجودة فكأنه هذا المعنى على قضية يعني أبلغوا رسالات ربهم البعض يقول أنه يعني كما ذكر ذلك أيضا ابن عشور قال أنه في قول الله تعالى إلا من ارتضى من رسول يعني ذكر الإفراد من رسول ثم قال ليعلم أن قد أبلغوا ثم انتقل إلى الجمع ما بين الإفراد إلى الجمع إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلكم بين يديه قلنا ثم انتقل إلى الجمع لقال ليعلم أن قد أبلغوا قالوا هذه يعني ممكن أنه يراد من الرسول هنا الجنس أي الرسل جميعا لكن ذكرها على الإفراد يعني ذكر على الإفراد قضية أنه رسول وكما قلنا الرسول واحد يشترك مع جميع الرسل في المعنى العام للرسالة فهذا أمر واضح معلوم قال إلا من ارتضى من رسول نعم قال ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ولاحظ هنا جمالية اللفظة في أبلغوا رسالات ربهم ما قال رسالة الله قال رسالة ربهم رسالات ربهم وهذا لاحظوا معنى لطيف جدا يقول الله سبحانه وتعالى ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله بينما في سورة الملك يقول أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن لاحظوا هو الكلام عن الطير وأنه معلق في جو السماء لكن مرة ذكرها أنه ماذا ما يمسكهن إلا الرحمن ومرة قال أنه ما يمسكهن إلا الله أو يكون الممسك لها هو الله المفسرين التفتوا قالوا لأنه هناك في قضية أنه يمسكهن الله معلقات في جو السماء والممسك لها هو الله قال هذا على بيان قدرة الله وعظيم قدرته قال أما هناك فلما ألهم الله الطير أن تقبض وتبصت جناحها فالقبض والبسط هذا من الرحمن أي رحمة من الرحمن ألهم الطير كيف تقبض وتبصت جناحها فجاء المناسب لقضية البسط والقبض أن تأتي لفظة الرحمن لأنها مناسبة للرحمة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في تعليم الطير كذلك قالوا هنا لما كانت الرسالات وإعطاء الرسالة هو من الرب الرحيم الغفور الودود الذي يعني يريد الخير لعباده جاءت رسالات ربهم ما جاءت رسالات الله إنما أراد هنا الرحمة والنعمة نعمة الله على خلقه حيث أرسل لهم الرسل قال رسالات ربهم وأحاط بما لديهم الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء والله ورائهم محيط والله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء ولكن إحاط كأنه لا يغفل عنه شيء ولا يعني يغيب عن ملكه وعن علمه شيء فأحاط بما لديهم بكل ما قاسوه وكل ما فعلوه وكل ما سيجري لأقوامهم فالله سبحانه وتعالى قد أحاط بما لديهم بما قدموه وما عملوه وأحصى كل شيء عددا لاحظوا هذه أحصى كل شيء عددا فيها التفاتة جميلة قالوا الإنساء الإحصاء هو ماذا؟ الإحصاء هو جمع العدد نقول أحصيت مئة وأحصيت ألف إذن أنا عددت إفراد حتى وصلت إلى الإحصاء قالوا عادة الإنسان الإنسان منه يعد يعني يبدأ بالعدد حتى يحصل إلى الإحصاء لكن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ دائما يعني يقدم الإحصاء على العدد لأن الله لا يحتاج أن يعد حتى يحصي تبارك الله أحسن الخالقين إذن لاحظوا ماذا قال؟ قال لقد أحصاهم وعدهم عد أحصاهم ثم قال عدهم عد وهنا قال وأحصى كل شيء عدد أنه كل شيء عدد حتى قالوا أن هذه كل شيء كل شيء تدل على ماذا؟ على الموجودات يعني كل ما هو موجود هو يعتبر شيء وذلك أحصى الله سبحانه وتعالى كل الموجودات قالوا بعض الموجودات تكون قضية معنوية قالوا لما كان العدد يكون الأمر المادي والأمر المادي أقوى في الدلالة من الأمر المعنوي ذكر الله سبحانه وتعالى إحصائه تبارك وتعالى للمعنويات كإحصائه للماديات فأحصى كل شيء عدد أي أحاط بكل شيء وأحصى كل شيء وعلم بكل شيء كحال الذي يحصي شيئا بعدد والله سبحانه وتعالى منزه عن العد ومنزه عن أي شيء فالله عاليم بكل شيء عالم بجزئيات والكليات قبل أن يخلق الخلق جميعا ولكن هكذا ذكر في كتابه قال وأحصى كل شيء عدد أحصى كل شيء حتى الأمور المعنوية أحصاها إحصاء الموجودات المادية وهذا دليل عظمة الله وقدرته فمن كان بهذه العظمة وهذه القدرة لا شك أنه لا يغيب عنه شيء ولا يعزم عن ملكه شيء ولا يغيب عن علمه شيء تبارك الله أحسن الخالقين انتهينا الحمد لله من سورة الجن ولكن هناك بقيت بعض المسائل المعلقة وهي قضية أنه هل الجن الجن جاءتهم رسل أم لا أنا حقيقة ذكرت هذه المسألة عرضا هكذا في السورة وكان في خاطري أن أتكلم عنها في نهاية الكلام عن سورة الجن الجمهور جمهور أهل العلم ولو رجعني لجميع المفسرين يشيرون إشارات يعني كالإمام الشربيني وأبو السعود والإمام الرازي وغيرهم يشيرون إشارات مخالفة ولو إن كان إشارة بسيطة تشعروا كأنهم يعني يميلون إلى القول المخالف لرأي الجمهور ولكن رأي الجمهور هو الراجح ولكن عندنا مسألة أن الجن والشياطين يعني كانوا مكلفون وكانوا مكلفين عفوا قبل أن يخلق الله آدم وهذا لا خلافة فيه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إذا أخذنا برأي الجمهور ورأي الجمهور على أنه في قول الله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي قالوا الرسل هم من الإنس فقط والنذر من الجن وبالاتفاق الكل يتفقون على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الوحيد الذي أرسل إلى الجن إذن النقطة الأولى إن كان لم يرسل نبي من الإنس إلى الجن إلا النبي عليه الصلاة والسلام فمن هو الذي أرسل إلى الجن هذا أولا البعض يقول الذي أرسل إلى الجن هم يعني الذين آمنوا بالأنبياء من الجن كما هذا النفر الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام سمعوه يقرأ القرآن فآمنوا به قال هؤلاء النفر الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى قومهم ولوا إلى قومهم منذرين كذلك الأقوام السابقة يعني كان لهم من الصالحين ومن آمن بالأنبياء السابقين آمنوا أيضا بأولئك الأنبياء وذهبوا إلى قومهم منذرين ولكن قلنا بالاتفاق أنه النبي هو الوحيد الذي أرسل الإنس والجن إذن سنأتي إلى معضلتين المعضلة الأولى قبل آدم عليه السلام كيف كان الجن يتعبدون إن لم يكن عندهم رسل هذه النقطة أولى النقطة الثانية والمهمة أيضا أن سليمان عليه السلام أرسل وكانت من معجزته أنه حكم الجن وهل يعقل أنه حكم الجن ولم يبلغهم شيء عن رسالة رسالة الله سبحانه وتعالى وهذا أمر مناقض ومخالف لما هو معلوم النبي يبعث في يعني يكون الجن في مجلسه وقال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك ويكونون في مجلسه ومعه ولا يكلمهم بشيء من أمر الدعوة ولا شيء من أمر الدين وهذا أمر يعني مخالف مع تصديقنا الكامل أن النبي أرسل إلى الجن والإنس لذلك ذهب الضحاك وذهب مقاتل بن سليمان وذهب كذلك ابن حزم الأندلسي إلى القول أن الجن يعني كان عندهم رسل منهم وهذا قال على صريح الآية وقلنا أن هذا مخالف لقول الجمهور أنه كانت لديهم رسل منهم قبل أن يخلق الله آدم حتى تكون من ذرية آدم الأنبياء ثم حتى يأتي النبي عليه الصلاة والسلام وخاتب الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام فيكون هو المبعوث للإنس والجن وإلا سنقول يعني كيف هذه المليارات وربما أكثر من هذه الأعداد التي كانت منذ خلق الله الخلق أو خلق الجن قال وجان خلقناه من قبل من نار السموم خلق الجن قبل هذا ماذا كانوا يعبدون وكيف كانوا يعبدون لم تكن لديهم رسل لكن إذا أخذنا بقول الضحاك ومقاتل بن سليمان وابن حزم يقولون أنه كان لهم رسل منهم أما محتج به الجمهور على أنه الله سبحانه وتعالى أوحى وذكر الآيات في وحي والإرسال للأنبياء نقول نعم هذا للإنس وأيضا ما جاء عنه أن الله سبحانه وتعالى يعني ما كان يرسل إلا رجالا من أهل القرى أنه خرج بذلك من رجال المرأة وخرج ذلك أهل البادية وخرج من ذلك الجن أيضا هذا قول يعني يحتاج إلى مراجعة خاصة في مسألة رجال لأنه نحن قلنا أنه ولقد كان رجاله من الإنس يعودون برجاله من الجن فقد ذهب كثير من سلف إلى القول أن الرجال هنا تطلق على الإنس وتطلق على الجن وهذا أيضا ذكره يعني جمع كبير من أهل اللغة بل حتى أن الفراء قال أن كلمة ناس أيضا تطلق على موضوع الجن هذا الموضوع حقيقة هناك بعض البحوث الأخرى التي كان بيودي أن يكون لنا وقت أطول حتى نتكلم عن بعض الجزئيات التي تعلق في موضوع الجن لكن أعتقد أن الوقت أدركنا ربما نستدرك ذلك في كلامنا في سورة الأحقاف إذا شاء الرحمن إلى ذلك الحين نستدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة